التوحد هذه الفئة من الأطفال تعاني في مجتمعنا بصمت وفي عزلة حيث تم إحصاء تسعين ألف حالة لطفل توحد بالجزائر التقرير لفاطمة الزهرة سعدي هي عيون تبحث عن الأمل عن الحب في قلوب الآخرين عن الأمان بلمسة صادقة مع اللعبة يقضون يومهم بها أطفال أبرياء أصب بداية توحد اللوتزم الذي يتعرض إليه أطفالنا خاصة في السنوات الأولى من العمر ياسين هو عينة من تسعين ألف حالة طفل توحدية يعانون في صمت أمام تهميش السلطات وقلة المراكز يساهم التشخيص المبكر والمعالجة المركزة على تحسين قدرة معظم أطفال التوحد في إقامة علاقات والتواصل مع الآخرين وبالتالي خدمة أنفسهم عندما يكبرون أطفال التوحد في تزايد يوما بعد يوم في ظل أوضاع مخيبة للآمال فلا مستشفيات ولا مراكز مختصة بهم فهل من مغيسة؟ ترجمة نانسي قنقر